وتم الاتفاق فيه على الآد أن الهدف الأسمى للقناة هو بس الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية الخاصة بالنادي الأهلي والتعريف برموز النادي الأهلي ولجومه وتاريخه وإداراته بما يعمق الرسالة التربوية للنادي الأهلي وبما يعمق الرسالة الوطنية للنادي الأهلي يركز معايا عشان ده موضوع خطير ده اللي خلح سنة ليه يطلع بيانه والدني شوف الأهلي وبرزنتيشن لايف مو كبيرة جدا إن بيان النادي الأهلي اللي امتلاه مجلس الإدارة قناة الأهلي ترفض زعب احنا فاكريني الحدود فالنهاردة الاجتماع ده تم فيه الاتفاق على الآد في إطار معا أن برزنتيشن لايف جزء من السادات الوطنية اللي رئيس مجلس قدرات الساب الوزير ونائبه العميد محمد مرجاني اللي هو المدير التنفيذ السابق للنادي الأهلي كان فيه اجتماع فيه جومة حمينية الشديدة والعلاقة الإنسانية الرائعة وتم فيه الاتفاق على الآد إن في إطار الشراكة والاستراتيجية بين الآهل واستداد تم الاتفاق على تنفيذ السياسات المعتمدة من مجلس الأمناء وتغطية كل أنشطة مجلس إدارة النادي الأهلي وحجب ما يقرره المجلس حجب ما يقرره المجلس هنا دي أول نقطة يعني البيان اللي طالعوا مجلس الإدارة بيقولوا لهم قناة كنت لازم تزعوه القناة وإن هو يغط كل أنشط مجلس الإدارة وحجب ما يقرره المجلس هنا في حجب ما يقرره المجلس هل هيرجع لك في كل حاجة بيعملها صعب لكن فيه سياسات بترسل وهو اللي هو قاله قالك إنه هو ضد الفتنة وضد التعصب وضد إصارة الأزمات والمشاكل والحجارة والروايئات هنا ما تقدرش تقوله بتغطان ولا تقدر تقوله تلت التلاتة كان ولازم تسنده واتدعمه لكن تم الأمر ده اتنين عدم الحديث باسم مجلس الإدارة لما نقال لك في بيانه أن القناة ما ينفعش تكلم باسم مجلس الإدارة والقناة بتقولك أنا وقتها أنا اتكلمت باسم القناة باسم قناة الناد الأهلي وليس باسم مجلس إدارة الناد الأهلي تكحدثت باسم إستامش عط الوهاب الخطيب وليس باسم محمود الخطيب والعمري فاروق مثلا وعدم الحديث في مجلس إدارة الأهلي إلى من خلال المتحدثين الرسميين للناد وكلهم في إدارة تخصصه قالك الرجوع إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لإنتاج الإعلام حال الرغبة في الاشتراك في تقديم أي محتوى أو مساهمة في أحداث إعلامية يكون فضوء سياسات الناد يعني بقوله قبل ما تعمل القاعدة اللي انت عملتها مع أونس بورت والزمالك كنت لازم ترجع لشركة الأهلي برضو ده قرار يتفق عليه في القاعدة ويجب احترام قال الالتزام جميع العاملين بالقناة بالتباع السياسات المعتمدة من مجلس الأمناء وفي حالة ارتكاب أي تجاوز من أي فرد سوف يخضع الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشهر يعني إيه؟ يعني ما يجيش واحد في القناة يبقى على صفحته قالبها مناطق ضد مجلس الإدارة مثلا أو يعمل برنامج يبقى السياسات ضد مجلس الإدارة توضيح كافة الحقاق للمشاهدين ويجميع الناد الأهلي عبر المنصات الإعلامية المملكة للناد الأهلي فيما تم من تجاوز أو الدعاءات وفق السياسات المعتمدة من مجلس الأمناء ودون تجاوز أي من القوانين أو اللواء يعني باختصار تردوا على الناس اللي بتفتري على مجلس إدارة الناد الأهلي وعلى العاملين داخل الناد الأهلي بما فيهم قطاع الكرة وكابتن سيد عبد الحافيز الناد الأهلي أكد في نهاية الاجتماع أنه لم يعد يتجاوز في حق أي من المؤسسات أو الأفراد إحنا ما بنغلطش في حاجة ويتخذ كافة الصبر والأدر القانونية التي تكفرها القوانين واللوايح الإعلامية حال أي تجاوزات من أي مؤسسات أو أي أفراد اللي مغلط فينا إحنا اللي بنلجأ للمؤسسات الأخرى فانتهت هذه الأزمة بين الأهلي وقناة الأهلي وبين الكابتن محمود الخطيب وبين إيهاب الخطيب رئيس القناة اللي عينه مجلس الأمناء برئاسة الكابتن محمود الخطيب طيب برضو وإحنا بنتكلم في مثل هذه الأمور لازم أشير أن الدكتور قاشة في صبح وزير شاب والرياء بيقوم بجهود جبارة صراحة يعني لكنه غلطة الشاطر بألف وقارد المياغن استعمل أحد المستثمرين اللي عامل نادي انتر سيتكلاب وهنا في اعتداء على حقوق سلسلة انديت سيتكلاب التابع لشركة استداء الوطنية شركة وطنية هي بتصرف دعاية وبتعمل اسم ويجي واحد يقول لك انتر سيتكلاب ويفونتو سيتكلاب وليفربور سيتكلاب وياخد اسم سيتكلاب يستخدمه ويستفيد منه ويتم الاعتداء على حقوق التجارية لسلسلة سيتكلاب ده اللي حصل مبارك وطلع بيان من مكتب معانا وزير شاب والرياضة أنه قابل حد مستثمر بيعمل انتر سيتكلاب قاله يقول لك ايه نادي صديق البيئ صديق البيئ ايه يا عم ما تخليك انت الاول صديق الحق ولا تسلب المؤسسات الاخرى حق اعمل الاسم اللي انت عاوزه لكن ما تخدش سيتكلاب الاسم اللي بتبنيه شركة استادات في الفترة الماضية ولو 16 فارق ما تتحكش على المشترك وتقول له ان اتبع سيتكلاب ما ترتبطش بشركة استادات وانت ليس لك علاقة بها والاسف الشديد السيد وزير شاب والرياضة استقبل هذا المستثمر وطلع بياني يتفاخر بانتر سيتكلاب النهاردة شركة استادات الوطنية برئاسة المهندس سيف زاهد ونائبه العميد محمد مرجان طلعوا بيان حذروا فيه من انتهاك الحقوق التجارية لاندية سيتكلاب لها ملك المشروع سيتكلاب وحذروا من محاولات التنساخ او اختباس او تقليد شعار سيتكلاب الوطنية لانها الملك الوحيد لجميع الحقوق وطلبوا من السيد وزير شاب والرياضة عدم المساهمة في مستهزين الامور لايك وشير وصلي عزين ودعي النفس والوالدين والغير في وقتين ثاني ولا تنسى صحابك ولا حبيبك ولا زميلك وعود قلبك كده على الرقة وعلى حب الغير انك تدعي لهم في ظهر الغيب وهم ما يعرفوش هرد على اسئلة